الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقالنا أيها الكرام في هذا المقام نتحدث وياكم فيه أما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهره للناس كافة حيث قال جل وعلا قل أيا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتقده وأن يفعله وأن يظهر ذلك للناس أجمعين قل إن صلاتي والصلاة هي تلك الصلاة المعهودة المعروفة ذات الأقوال والأفعال التي يتعبد بها الإنسان إلى ربه جل وعلا المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم هذه العبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وذلك أنها أي الصلاة هي الصلة بين العبد وربه فإذا أراد الإنسان أن يناجي ربه فليصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى وإذال قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين فقال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل إذن هذه الصلاة أيها الكرام أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم مشبول بهذا الخطاب لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع أو أرثل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به ويقتدى به إذن لابد أن يراعي الإنسان هذا إن صلاتي ونسكي قال النسك هنا الذبيحة التي يقربها الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى سواء كان في الحج أو كان هديا يتقر به إلى الله سبحانه وتعالى فأنه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وحياتي قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي أي كل حياتي كل ما أفعل وكل ما أذر في هذه الحياة الدنيا إنما يكون لله سبحانه وتعالى إما أن يكون لله تعبدا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من العبادات أو يكون لله سبحانه وتعالى وسيلة لتحصيل هذه العبادة ولذلك من الموفقين من عباد الله سبحانه وتعالى من جعل إعادته عبادة كالنوم والأكل والشرب كيف تكون عبادة إذا كان يبتغي بذلك أو يستعين على ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى ينام حتى يتقوى على طاعة الله يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله جل وعلا وكذلك مماته ومماته أي يحرص الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يموت على ما يحب الله ويرضاه ويعبد ربه سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين أي الموت وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى قال لله رب العالمين لله أي خالصا له سبحانه وتعالى لا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا مدحن من ناس أو ما أشبه ذلك إنما هو لوجه الله سبحانه وتعالى ورب العالمين هذه إشارة للعلة التي من أجلها نوحد الله سبحانه وتعالى ونعبده ونخلص له في عبادتنا وطاعتنا له جل وعلا لأن الرب هو المالك المدبر سبحانه وتعالى فمالكنا ومدبرنا وخالقنا هو الذي يستحق أن تكون له العبادة لا لغيره ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى في كل حياته حتى أتاه اليقين وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة